مجرد صورة أشبه بملصق إعلالي لمنتج صيني هو كل ما عاد به وفد جماعة الحوثي من جمهورية الصين بعد أن قطعوا إليها مسافة طويلة لم يجد وفد الجماعة الإنقلابية ظلتهم هناك ولم يعلن الوفد عن فحوة حركات لكنها تأتي كما يرى مراقبون في إطار حجد الاعترافات الدولية بالحكومة التي شكلتها الجماعة وصالح في صنعاء وبالنسبة للجانب الصيني لم يتأخر الرد كثيرا فقد جاء أبعد من توقعات الجماعة إذ أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا قالت فيه إنها تؤيد الحكومة اليمنية الشرعية مؤكدة أنها لا توافق على قيام أي جانب في اليمن بأي تصرفات منفردة الخيبة ثمن زيارة وفد الحوثيين إلى الصين إذن التي لم يكن موقفها سوى واحد من عدة مواقف سلكتها دول أخرى إزاء خطوات الجماعة الإنقلابية فالكويت أعلنت موقفها من تشكيل الحكومة عبر كلمة الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الباحثة القانونية هي الدراعي أمام الجمعية العامة مؤكدة رفض بلدها لأي إجراءات أحادية كالتي أعلنت عنها جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام التابع لصالح في السياق ذاته كشفت مصادر دبلوماسية عن بيان أممي تحضر له جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن لإدانة ميليشي الحوثي والمخلوع على خلفية إعلان تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء وقال عبد الله المعلمي المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إن النقاشات لا تزال مستمرة على البيان مشيرا إلى وجود اعتراضات تتمثل في بعض العبارات وطلب التعديل فيها